مرجعنا لكم بعد الفاصل مع فقرة الحياة والمجتمع واللي هيكون ضفنا النهاردة فيها أستاذ أحمد سلام هنتكلم فيها عن شبه السنوية العامة واللي بيطار كل بيت مصري حاليا في الوقت اللي احنا فيه بعد نتكلم عن نظام الجديد للسنوية العامة هو نظام البابلشيت ونظام الأوبن بوك بعد استقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن الامتحانات السنوية العامة هتكون بنظام البابلشيت والأوبن بوك عشان كده قررنا نجيب لكم أهل العلم هيكون معانا ضفنا اللي منورنا في الستوديو أستاذ أحمد سلام أستاذ أول وخبير فلسفة علم النفس اللي هيجاوبنا على كل الأسئلة الخاصة بالنظام الجديد للسنوية العامة بنرحب بيك أستاذ أحمد سلام في برنامج حياتك أهلا بيك أهلا بيك عايزين نعرف من حضرتك إيه إنه هو النظام الجديد للسنوية العامة ونظام البابلشيت والأوبن بوك الأول لازم أقول إن أنا جاي النهاردة وشاير على كتافي هموم طلبة السنوية العامة أولياء الأمور المدرسين بسبب ما وصلنا إليه في نظام السنوية العامة كان حلمنا إن يكون النظام جميل تفقلنا خيرا في الأول جلنا الوزير وقال ست امتحانات وبعد كده تلات امتحانات وبعد كده امتحانين وبعد كده تابلت وبابلشيت دلوقتي بقى بابلشيت بس نظام البابلشيت ورقتين منفصلتين ورقة فيها الأسئلة ورقة فيها الاختيارات بتاع الطالب النظام ده له مميزاته وله عيوبه وهنعرفه كمان شوية هل هيكون في صعوبة على الطالب السنوية العامة في تلك النظام؟ أكيد صعوبة كبيرة جدا جدا أولا النظام الجديد كان أمنياتنا يبقى أسحل كان أمنياتنا يبقى فيه تطور ولكن يخساره بقى فيه تدهور ليه؟ الصعوبة في ايه؟ الطالب اتضرب امتى؟ اتضرب على النظام ده ازاي؟ قعدنا سأنا بحالها نقول التابلت هنتضرب عليه والطالب عمالين يتضرب عليه وجينا قبل الامتحان بثمانة أيام وقلنا عاودين البابلشيت ليه؟ لأن سيادة الوزير جهو قال أن في صعوبات حتقابلنا قلنا زمان هذا الكلام طب ليه ما عملناهش ورقي وعملناه ورقي من زمان والطالب كان يتضرب على هذا النظام حضرتك يا مستر شايف أن النظام ده كان يتطبق من كيجي ولا كان يتطبق زي ما هم طبقوا حاليا تخيالي أن الطلبة في السنوية العامة ما بتذكرش من ثلثة أعدادي عندي طالب في أولى سنوي وتانية سنوي وداخل ثلثة سنوي ما ذكرش ليه؟ النظام الجديد بيعتمد زي ما الطلبة بتقول كده على الهبد والهبد المقصود بيه سمي الله وهبد هتلاقي النتيجة كويسة جدا وكل أولياء الأمور أيلين لهذا الكلام ابني ما ذكرش من ثلثة أعدادي حصل أنه هو ما ذكرش ليه؟ عشان ما أقول الأوبنبوك والطلبة فهم الأوبنبوك غلط لأنه ما تضربش عليه ما عودتوش عليه من هو صغير فجت لأنت وقفوا له سنوي وتقول له أوبنبوك فالطلب معتقد أنه هو حينق الإجابة رغم من الأسئلة تعني نواتج التعلم عايزين نعرف من حضرتك ما هي مميزات هذا النظام وعيوبه؟ مميزات النظام السنوية العامة هي ميزة واحدة فقط أولا أنها تعتمد على توفير المبالغ في التصحيح والعدالة في الدرجات بس وقعتنا في مشكلة تانية نتخيل مثلا المادة عندنا في علم نفسه والاجتماع من ستين درجة هنجيب خمسين سؤال طب خمسين سؤال عليهم ستين درجة ازاي؟ وصلنا لقول عشر درجات لبعض الأسئلة اللي بتميز تمام إيه هي الأخطاء اللي ممكن يقع فيها هذا الطالب لهذا النظام؟ أخطاء كتير جدا جدا لأنه ما تدربش ولا مدرس تدرب أنا هقول بس في مشكلة بتقابل الطالب إن الطالب وقعت في اللجنة بيسأل المدرس حواليه والطالب والمدرس مش عارف حاجة طيب يسأله ازاي؟ يقوله دي أعمل ايه؟ ولي ما عرفش طيب إيه اللي ممكن يقع فيه الطالب؟ الدوائر كتير صح طب عشان يعمل كده لازم يعمل ايه؟ يجيب مصدر ويعلم الأول بالرصاص وبعد ما يعلم بالرصاص يعلم بالقلم الجف بعد ما يتأكد من الإجابة صح طب هو لو يختار إجابتين وظلل عليهم ده فيه مشكلة؟ اللي احنا عارفينه من زمان إن الطالب إذا اختار إجابتين يبقى غلط بس الوزير قال ممكن يعلم على إجابة خطأ ويرجع لإجابة التانية ونختار الإجابة التانية ما هي خطوات إجابة الطالب في الامتحان؟ البابلشيت وهل هيكون فيه اتساع بالتابلت؟ استعانى بالتابلت؟ التابلت أصبح إلى آخر التصريحات بارة عن قيد نفسك اثبت وجودك وإذا احتجت الكتاب لو معكش كتاب ممكن تحصل عليه من التابلت طب ومصير التابلت ده إيه مستعبت؟ هدية هدية من الوزارة جميل جدا جدا صرفنا عليه 3 مليار جنيه لكل سنة لو كنا صرفناها على المدارس لو كنا ادناها للمدرسين الغلابة كان استفادوا منها أكتر ودايما أنا بقول التعليم ليس دهان ومحارة التعليم مدرس وطالب وعلاج وتكملة لكل هذه الأشياء هل يكافح نظام البابلشيت الغش؟ اللي أنا شايفه يا ربي يتحقق إيه هو اللي يتحقق؟ إن الوزير عمل لنا كاميرات داخل كل لجنة مع في بعض الإجراءات وأهم حاجة لو اتطبق فيها عدم الغش والعدالة هتبقى نقطة حلوة في النظام كل الطلب أصلا من المدينة أنهم بيروحوا بالتابلت أنهم يغشوا لأنهم تربوا على كده أولى غش تانية غش وبينجحوا وبينجحوا واللي يزحى القوي المتفوق دي حقيقة اللي مأثر في نفسه قوي اللي يمضي المتفوق دي حقيقة وما يجي الوزير يقول لنا ما فيش حد يحيجيب الدرجة النهائية بس الأسئلة سهلة إزاي؟ طب ما فيه عشر أسئلة في كل مادة تعجيزية عشان ما حد يحيجيب الدرجة النهائية مستر ماذا تعتمد الأسئلة في التقييم الجديد؟ الأسئلة تعتمد على الفهم والاستعانة بالأوبنبوك الفهم معناه أن أنا أذاكر الطلبة ما بتذاكرش الطلبة بتعتمد على حاجة اسمها مفاتيح الإجابة ومفاتيح الإجابة خاطئة لأن ممكن السؤال يؤدي إلى شيء في نهاية السؤال فأرجو قراءة السؤال الجيدة عايزين نعرف أسرع طريقة أن نوصل بها للفول مارك الوزير قال ما فيش فول مارك بس أنا أتوقع وده يا رب يتحقق أنه هيبقى فيه درجات عالية ليه؟ عندي طلبة متميزة جدا 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 طب أنت عاوز توصل للدرجة النهائية تعمل إيه؟ حل أسئلة كتير اقرأ السؤال بتأني افهم معنى السؤال هتحله صح هل مسموح باستخدام الكورريكتور أو الموزيل؟ لا طبعا ممنوع لازم أجاوب الأول بالرصاص وبعد كده اتأكدت من الإجابة أجاوب بالجف بس في ملحوظة لازم الديرة اللي أنا بظللها ما تطلعش بره جوه درجة لأن الجهاز يعني جوه الديرة؟ ما ينفعش بره دائرة لو طلعت بره دائرة الجهاز مش هيقلها لأن الجهاز ما بيفهمش ماذا يحدث إذا قام الطالب باختيار إجابة وشطب عليها واختريها وقتها تانية؟ الصح والقانوني إنها مش هتنفس مش هتختار بس مش عارف الوزير بيقول إنها ممكن تختار بس تبين إن انت هتختار الإجابة الخاطئة وبعد كده اختار إجابة سعر بس أنا رأيي الطالب يهدى ويجاوب الأول في الكراسة الإجابة أو كراسة الأسئلة في الاختيارات وبعد ما يتأكد قوي الاختيار الصح يبدأ يعمل إيه؟ يعلم الإجابة بالجاف إيه اللي ممكن يحصل لو حصل عدم تطابق الإجابة مع التابلت مع الإجابة الورقية؟ اتلقى هذا الكلام ولم يعد هناك احتياج إلى التابلت لأن كان من أسبوعين إن كان التابلت والبابلشيت دلوقتي أصبح البابلشيت بس أما التابلت هيلعبوا بيه كويس جدا تمام حياتك بقى يعني تدينا بعض النصايح لأولياء الأمور أولا وسانيا للطلبة علشان حياتك عارف شبح السنوية العامة بيطارت كل بيت مصري دلوقتي قبل ما أقول النصايح هقول حاجات مزعلاني تفضل الوزير قال لنا النظام الجديد حيلغي دروس الدروس زادت ده حقيقة الدروس زادت وأصبح بدل ما للدرس درسين لأن ثقافة شعب ده حقيقة أنا عشان أغير نظام لازم أغير من ثقافة الشعب وزيرنا أفكاره جميلة تعودوا قدامه كده تنبسطي من الأراء النظرية ولكن الواقع شيء تاني آخر وكلنا من زمان كنا نقول له يا سيادة الوزير معنات تصال تفضل ليه معنات تصال محمد منطنطا ألو ألو سلام عليكم عليكم السلام ممكن تواصل مع أصوز أحمد سلام تفضل أيوة ممكن تواصل لحد مع أصوز أحمد سلام تفضل بعد إذنك ممكن تبعد عن التلفزيون وتسمعنا من التلفزيون أستاذ العريم معك يا فندم أيوة مستر أحمد مع حضرتك تفضل أستاذ أحمد أستاذ الصادح معك محمد زيارة الميزة أهلا بك يا فندم أهلا بك يا أستاذ знаете أهلا بك يا أستاذنا أستاذ محمد منهول ثالث يا فندم منهول الشاشة يا فندم منهول الشاشة تتتت والله السؤال هل طالد ليه هل طالد ليه الحق أنه يكتب بولحظاته في كتاب المزارة أيوان أيوان وهل يفعل هو يدرس بالألوان على كل ألوان مضت وكل فقرة الأول نجاوب على الجزء الأولاني أكتب في كتاب الوزارة ملاحظات شكراً لحضرتك شكراً وبستر أحمد هيجاوب على سؤالك أستاذ محمد زهيري تلميذي ومدرس مشهور طبعاً الإجابة ممكن الطالب يكتب ملاحظاته في كتاب الوزارة بس الملاحظات وما يدبس ورق من الكتب الخارجية في قلب الكتاب الوزير قال كده ممكن أستخدم الملاحظات والتظليل ممكن يكون بالألم الرصاص وبعد كده بيكون بالألم الجاف ماستخدمش ألوان تانية ألم جاف أزرق أو أصمر ولا أستخدم الكوريكت ما ينفعش لازم أن أنا أستخدم التلوين نصايحك بقى لأولياء الأمور ولادكم اتعودوا على النظام بلاش أن أنت بالبلد تقرس على الطالب الطالب الشاطر ساعده هيقلوا أنا نفس كل طالب بيذاكر أنا بتكلم عن اللي بيذاكروا يتفرج على تلفزيون ساعة يريح يوم كده ما يذاكرش يفصل ما بين المواد عشان يقدر يكمل ليوم الامتحان بالنسبة للطالبة عشان خاطرين اوعى تعتقد أن الأوبنبوك ما فيهوش مذاكرة لا ذاكر عشان تعرف تطلع على الإجابة عشان تفهم المعنى حل أسئلة كتير هتكون أحسن الناس نصايحك بقى للطالبة الطالبة اللي ما تخش اللجنة اهدى اقرأ سؤال كويس ما تستعجلش على التعليم ولو حبيت تعلم في الورقة الأول علم بس بعد كده في البابلشيت خد التعليم الصح وياريت ما تغلطش لأن عشان تكون ضامن الإجابة إجابة صحيحة حاضرك حايف تقول حاجة تانية نفسي أقول كان نفسنا نبقى أحسن الناس وعلى فكرة الرئيس بتاعنا قال كده بس سيادة الوزير ما سمعش كلامنا وفي النهاية وصلنا للي احنا كنا بنقوله من زمان بس انت يا سيادة الوزير قلت الأسئلة من نواتج التعلم بس كان فيه ستة متحانات الأسئلة من نواتج التعلم كان فيه أربع متحانات دلوقتي الدفعة المظلومة الدفعة المظلومة أولياء الأمور تعاني الطلبة تعاني ولنا الله في نهاية حلقتنا بنشكر حياتك على المعلومات القيمة والمفيدة ويا رب يكون السادة المشاهدين ومن تحديد طلبة السنوية العامة وأولياء الأمور كتستفادوا من هذه الحلقة والمعلومات القيمة اللي حياتك جدا تهنى شكرا نشوفكم على ألف خير وحلقة جديدة بموضوع جديد الجمعة القادمة في نفس المعاد انتظرونا ترجمة نانسي قنقر